إلى مراسلين لرصد التطورات على الحدود اللبنانية الإسرائيلية وكنا نتحدث نضال ربما عن تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلية لحدد نهاية ربما هذه المواجهة وهذا التصعيد بالأمن للإسرائيليين على المناطق الحدودية وبعودتهم للمناطق الحدودية ماذا في تفاصيل نضال؟ نعم إماني أولا وفقا لوزير الدفاع الإسرائيلي فإن معدلة الهدوء مقابل الهدوء التي كانت تحكم الحدود مع لبنان لم تعود سارية الآن خاصة مع تهجير عشرات الآلاف من سكان المناطق الشمالية القريبة من الحدود وبالتالي هؤلاء لن يعودوا إلى بيوتهم وإلى المستوطنات التي أتوا منها إلا إذا كان هناك حل لقضية وجود حزب الله مباشرة على السياج الحدودي هذا ما يقوله وزير الدفاع الإسرائيلي فعليا وهو يقول بأن تهدئة من قبل حزب الله ووقف لإطلاق النار من حزب الله غير كافي بالنسبة للحكومة الإسرائيلية للعودة لمعادلة الهدوء مقابل دوء هو يريد إبعاد حزب الله وهذا ما يقوله ويقول حتى لو توقف حزب الله نحن لن نتوقف هو يريد تسوية للأوضاع على الحدود إن كانت سياسية فهذا أفضل بالنسبة لإسرائيل لكنه يقول أيضا أنه مستعد للخيار العسكري هو لا يقول هذا فقط عبر تصريحات للصحافة أو لقاءات مع نظرائه من الغرب إسرائيل تقول بأنها مستعدة للحرب بأكثر من طريقة عبر حجد مزيد من القوات على الحدود الشمالية عبر عمليات الاغتيال والتحدي التي تقوم فيها إسرائيل لأنها تعتبر بأن حزب الله لن يدخل في حرب مفتوحة كل الوقت الحديث عن التجهيز للحرب الحديث عن الأوامر للمستشفيات الإسرائيلية في الشمال بالتجهز لاستقبال جرحة في حال اندلاع الحرب مع حزب الله الحديث عن تجهيز حتى طرود غذائية لتوزيعها على السكان في حال نشوب الحرب التجهيز لاستقبال آلاف اللاجئين في المدارس الإسرائيلية كل هذا يوحي أو هو يأتي بالأساس لكي يوحي لحزب الله بأن إسرائيل جاهزة للدخول في الحرب وأنها لا تخشى هذه الحرب وفق معادلة الحرب أصلا فأن حزب الله هي الخاسر هو يقول الحرب ستجلب ستكون صعبة على إسرائيل لكنها ستؤدي إلى دمار لبنان وبالتالي هو يضع المعادلة أمام حزب الله ليختار نعم نضال إذن كان هذا في المتابعة مجانب الإسرائيلية تحول إليك ربو مال لنرى تطبيقات وانعكاسات هذه المواقف وهذه الاستراتيجيات والإشارات على الميدان من حيث أنت سلمان إيمان منذ أكثر من أسبوعين ونحن نسمع هذه التصريحات الإسرائيلية الصادرة من الجبهة الشمالية إن كان من وزير الدفاع رئيس الأركان أو حتى رئيس الوزراء بن يمين نتنياهو وهي أيضا توحي بشكل أو بآخر بأن الجبهة الشمالية ستفتح على الجبهة الجنوبية وبالتالي هناك مخاوف حقيقية في لبنان من إمكانية توسع رقعة الصراع والاقتتال لتشمل كل لبنان هذه مخاوف يقابلها حزب الله بتصريحات يقول فيها بأنه مستعد لأي حرب وفي حال كانت إسرائيل تريد توصيع الجبهات فإن حزب الله أعد لها العدة وستقابل إسرائيل بخسارة كبيرة في لبنان على الصعيد الحكومي لا يوجد أي تحضيرات ولكن اتصالات دبلوماسية مستمرة على أكثر من مستوى وكان هناك رسائل دولية قاسية أنصح التعبير نقلت إلى الحكومة اللبنانية في الأسبوع الماضية عبر مفادين دوليين أوروبيين وأمميين قالوا بأن الوضع في الجبهة الجنوبية قد يشتعل في حال لم يتم خفض التصعيد ولم يتم إبعاد حزب الله عن الجنوب لمسافة 7 إلى 10 كم أما ميدانيا اليوم إيمان ودعيني سريعا أقول بأن حزب الله أعلن قبل لحظات استهداف موقع السماقة خلفنا مباشرة في منطقة مزارع شبعة هذه المنطقة تشهد الآن قصف مدفع إسرائيلي في محيطها استهدفها وهو موقع إسرائيلي وكان حزب الله أيضا استهدف مواقع أخرى موقع زرعيت موقع الراهب إضافة إلى مرتفع أبو دجاج في منطقة القطاع الأوسط وهذا الأمر يعكس هذا التوتر على الحدود اللبنانية على الجبهة الجنوبية خصوصا وأن إسرائيل اليوم قامت بتنفيذ أربع غرات في مناطق عدة في القطاع الأوسط والقطاع الشرقي منها طير حرف الشيحين الطيبي ومروحين ومارون الراس أوقعت هذه الغارات الإسرائيلية دمرت منازل كثيرة في هذه المنطقة وحزب الله أعلن عن سقوط شخصين عنصرين تابعين له اليوم جراء هذا القصف الإسرائيلي إن كان في كفر كلا أو في بلدة الطيبي حيث قصف منزل من ثلاث طوابق ودمر بشكل كامل الهدوء مستبعد ولكن التوتر يزداد هنا على الحدود دائما شكرا جزيلا لكم إذن سامة العنداري مفدون من مرجعيون ومن القدس مراسلنا نضا الكنانة شكرا جزيلا